كلنا نعرف بالليل التبيحة السرية واحد الشيء الذي خيبه ويعاقب عليها القانون لكن مع ذلك يجب أن يقومون بشكل شخص غير بالتخبيب عندما يرونه وهذا الشيء كامل يربحون فلوس جيدا ويطح عليهم اللحم في هذه البهائم أرخص لكن المشكلة هو أن الأغلبية للتبيحة السرية تكون في الوقتها الليل يعني في الوقت الذي يكون كل شيء ناعس وتحت مرض البعض وأنتم لا يعرفون أن الأخوة بالليل لديهم موالية فما بها لكم بنادم يدبح في الليل وسط الضلع لكن المصيبة الكبيرة والطامة الكبرى في هذا الشيء كامل هم هؤلاء البهائم الذين يضحوا بهم سواء يكونوا معطوبين أو لعمين أو مراد أو قرابة يموتوا أو بعض المرات يكونوا مئتين أصلا والمشكلة هو أن الناس الذين يستطيعون التبيحة السرية لا يعرفون العواقب هذه الشيء الخطئة وغير بين نقوسين الخوط لم يكن لكم على العواقب القانون والحبس والمصدر القضائيين بغض النظر على هذا الشيء كامل أنا أدريكم على العواقب التي ستقدر تصيبك أو ستتبعك من العالم الآخر يعني إذا كنت تأخذ أحد البهائم الذين معطوبة أو عمية أو مواصفات التي تنظرها وضحبات في نصص الليل وسط الضلع فهذا شيء خطير وهذا الشيء بالتبط الخوط هو الذي سنرى في القصة اليوم التي كلها حقيقية بمئة في المئة بجميع الأحداث التي فيها سنبتل الخوط فقط الأسماء الشخصيات وسنبتل تسمية المدينة حفاظا على الخصوصية هذه العائلة التي وقعت مع هذه القصة ولكن هذا الخوط لم يبقى لها إلا نقول لكم اصدروا بلسطر وكارب لا نستطيعكم أي شيء واحد كويس دلاتي وشيق هوا وبسم الله على بركة الله نبدأ القصة المدينة الدار البيضاء المدينة التي تعيش فيها الحاضر لكن مع رموز التاريخ القوية المدينة العريقة التي لديها بصمة قوية في ذاكرة المغرب القديم المدينة التي فعلا جمعت بين الأصالة والمعاصرة وفي قلب هذه المدينة العريقة كانت دار معروفة للعقود والسنوات وهي دار ولاد سحيم وانت واقف في الشريع تبدأ هذه الدار جاءت في الشوكة هذه الدار الحيوطة لا يستطيع أن يهربوا من أصالة المدينة كانوا قدام بثائف لكن كانوا بقعين صامدين وواقفين واحدة الشراج من الذين لم يكنوا بثائف وخذ الدار كانت أخذ من المساحة الكبيرة لكن الشراج من الذين يظهروا على الزنقة كانوا صغار وضيقين وهذا الشيء يؤكد أن هذه الدار قديمة وعطيقة والتبنات أساساً بعقلية مغربية محتشينة يامات كانوا الرجال يغيروا بالساف على عيالاتهم لدرجة الشراج لم يكنوا على الزنقة وإنما يكونوا من الداخل الدار المهمة علينا هذه الدار كانت فيها ثلاثة طوابق الطابق الصفلي الذي كان بحل القراجات كانوا قدام ومسدودين أحدهم هذا الباب الدار وعادة الدروج التي يظهروا للطوابق الأخرى وعكس هذا الشيء الذي يبدو من الخارج الدار من الداخل كانت مهوية ومشمش ومنورة وهذا الشيء كانت بسبب هذه الدواية التي كانت فيها الداخل من الوسط والذي مضوية على الطوابق كامل هذه الدواية هي من تدخل الشمس والهواء للدار وعليها تظهر رجال كبار وحسن بالساف من هناك وفعلاً الدار كانت آية في الأصار وحتى هذا الدكور الذي كان فيها كان 100% لمسة مغربية هذه الدار كانت هي الملكة العائلة وليس سحيم وهذه السمية لم يكن معروض بها أخرى لكنها اسمية ترجعها للأصل والذي يتطبط من آسفي والذي يتطبط من جمعة سحيم المعروفة الجد الذي تزاد وكبر في جمعة سحيم وانتاقل في المدينة الدار البيضاء وهو الذي تعرف بهذه السمية كانت أمك ومن ذلك الوقاية العائلة الكبرات في هذه المدينة وكانوا معروفين بأولاد سحيم الجد الكبير الذي اسميته والشيء الذي لم يعطيه من لا يعرفه كان معروف جزار في هذه المنطقة وكان معلم جيداً بشاشة وطريقة في الهضرة كانت تجعله أغلب سكان الحي والفو وكلهم كانوا يتقدمون من عنده بلا ما يتشرطون حيث أصلاً كانت خدمته ومتقونه والحمل الذي يجيب يعجب الناس وهذا الشيء الذي يجعله الذي يتقدم من عنده يرجع عنده مرة أخرى يعني داركليان وغير لكي تعرفون أن هذا الشيء الذي يصل إلى الحاجر لم يأتي بالسهل يعني ليس غير حل الصافي وداركليان أو معروف حيث الحاجر المعطي في السنين الأولى في هذه المنطقة ومن بعد ذلك الدار كانت من أحسن التور في هذه المنطقة وخف الحقيقة كانت غير صفلية كانت تدرشي هضرة في الحاجر المعطي فيه الخواض وفيه التخربع وحكم أنه شرادار وعراء وهو الله جل الحي يعني كيف يدير له لكن الذي لم يكن يعرفين الناس هو الحاجر المعطي تزاد وكبر في جمعة سحيم في مدينة آسف ومن الصغر كان يبين باللغة يكبر راجل حار خصوصاً أنه في هذه المنطقة كانت القراءة يشبه من عدمة في حال هذه المنطقة لكن المعطي يعمل في البحر كصياد ومن المدينة التي قمت بها كانت لديه 35 سنة لكن من بعد اضطر أنه يتبع الحرفة الأب كجزاء والذي كان حريفي ومعروف أنه يعزل مزيان البقر والغنم الذي يدبح وكلهم تكون الجودة مزيانة الأب المعطي توفى والمعطي هو اللغة يستطيع أن يعمل ويتعرف التعامل مزيان وخدمت قيارة ومن المعطي يجمع ومن المعطي ومن المعطي سيبدأ من جديد ويكمل في هذه المهنة وكيف العادة في هذه البساطة في التعامل والشاشة التي أعطاه الله تغيير بلاسته ويبقى معروف في المعطي المعطي يدخل الفلوس جيد ويشغل محل ويشغل محل ويشغل محل وفي هذه الوقت هي فشرة التي تتحدث عنها وخف الحقيقة في المعطي كانت تحتها غير غارجات وفيها غير طبق واحد وهو الطبق الأول ومن المعطي لكن هذا الدار الذي أشتراها كانت مخلوية قليلة يعني لم يكن تستكن في هذه المعطي المعطي سيتزوج من بنت المدينة ومن بنت تاجر الذي لمعروف هذه البنت كان اسمت هيامنا والذي أرى صدفة في السوق وصحراته في الجمال وقرر أن يتزوج وفعلاً كانت أحسن عرس في المدينة وكان كل شيء يهضر عليه المعطي كانت بغيامنا وكانت تتعامل مع أحد المعاملة الذي زوجنا وكان يتزوجها وكان يتزوجها كثير من أن يتزوجها وكان أبها كان اسمته الحاج محمد ومن بعد أن يتزوجها ستزوجها ستزوج لديهم ولد لكن للأسف في أحياننا كانت تزوجها ستتوفى الله يرحمها المعطي ودرجة الوفاء المرطي قرر أن يتزوج وقرر أن يربي أبوح وهذا ما الذي يجعل المعطي يكبر في العين الحاج الحاج محمد وعندما سيعون المعطي مادئين ومعطي تبارك الله كان بالخير وكان له رزقه لكن مع ذلك الحاج محمد ستتكلف بحفيظه عمر من جميع النواحي أصلا الحاج محمد كان يريد أن يتزوجه عمر كان يشم فيه رحة ابنته الذين يمشت وخلت ولم يتزوج منه الحاج محمد كان يتزوجه كثيرا بحكم أنه صغير البنته كان يتزوجه كثيرا أخذ له ومن بعد أخذ له ويتزوجه وفي طبيع هذا شيء كامل فأمر كان يتزوجه أخذ هذين وكان يتزوجه وعطوه كثيرا عمر و abbiamo 16 عام وقد قرر أن يدخل ألهم يعني الحرفة التي أصدتها ومن ابوه خصوصا يدخلkapه فهذا قرر أن يعلم الحرفة لأنه الوحيد وضع عليها كان كثيرا ولكن لا تزوجه وكان يتزوجه لم يطفقه وتطوره وكان ابوه و اليه وكان ممتاز فهذا لم يتزوجه المشكل له الحياة يعني لكي كان دائما يمشي سهار كيف يتبعزه ابو المعطي كان عارف ماذا يفعل وعارف بذلك يفعل هذا الشيء لكن مع ذلك كان مدرق عيني عليه المعطي يقول أنه ستدري بحاله وبحال القرانه يعني هذا الشيء سوف يدوز و سوف يفوت و هذا إن شاء الله يستطيع عقله و هذا هو السبب أصلاً لماذا يدخله مع المحل لكي يتعلم الحرفة لكي يستطيع عقله وبالفعل عمر يمشي كل نهار مع ابو المعطي لكي يتعلم الطبيحة والصليخ سوف يختار الغنم الذي سوف يدبحه لذلك سوف يتعلمه الناس و يمعلمه كل شيء و في مدة عام واحد خلت عمر أنه يكون عارف كل شيء و قد بشغل كامل لدرجة المعطي الذي لم يكن كبير في العمر يعني كان في الأواخر الاربعينيات بذلك يبان عليه المرض و يبان كبير من عمره عينيه مسكين دخلوش أو صفار و ضعاف ضعاف بالسهر و المعطي كان بشكل الطبيب في ذلك الساعة كان فات للفوت حيث ذلك الساعة المرض كان تمكن منه و سوف ينفع معه سوف ينفع معه سوف ينفع معه سوف ينفع معه هنا سوف يبقى عمار بوحده الذي لديه 17 عام و في ذلك الساعة كان مازال طيش و المشكلة هو الوريد الوحيد للأملاك في الحقيقة أخلع بزافة الحج محمد جده و هو الوحيد الذي يبقى عليه في هذه المدينة جده محمد سيقرر أنه يكلس معه كي يحاول أن يرد له البال و يرد له عقل و يدير له عقل عمار من وراء شهرين على الموت سيقرر أنه يرجع للمحل الذي تكسرته و سوف يتبع الخطوات المحل الذي كان هناك أما الكليان الحاج المعطيف سوف يأتي إلى المحل عند عمار لكن مع المدة بدأوا يقلاله عمار لم يكن يعرف أن يتعامل مع الناس جيدة بحل البال الله يرحمه مرة يزيد في الأتمينة للحام مرة تكون شيئاً مرة تزيد عليها أو مرة يحل مرة يسد أو يحل محل بلغانة عمار سوف يرجع ثانياً للصهر و كل مرة صهران في قنط و كل مرة تجدهم عشيك الذي أول مرة ترونهم يكون جامعهم غير ذو محمد كان يرى من بعيد و ينصح دائما عمار لكن عمار كان دائما يتبع و يتبع هذا الهضر الله يفعل شيئاً الله يفعله لكن بين و بينكم عمار لم يكن مصوّق كان عاجب ذلك الذي يفعله محمد غير حاضر و يجعله يغرق في ذلك المحل الذي يفعله لم يكن فيه مئة تباع و الخدمة و النقصات و حتى هذه الناس صافي لم يكن محل محمد صافي لم يكن يعطي العمار عمار أخي كان خدام لكن مع ذلك كان مرة مرة يعطيه شيئاً في الأخير يبقى حفيده خصوصاً أنه هو الوحيد الذي يبقى في المدينة و يشن فيه الريحة و غير لكي تعرفون هذا محمد يوجد أولاد آخرين لكن يوجد أولاد و يسمحوا بأم هذا محمد كان يعتبر عمار هو أولاد ما يبقى عليه بالمهم معي أن نكمل لكم عمار من بعد أن رأيتك الحالة التي وصلت لها و هذا المحل لا يبقى فيه كل مكان سيقرر أنه سيذهب عن جده المحل الذي يبيعه الزرابي و لم يكن عنده عمار يقول له جدي أريد أن أدوى معك الحاج محمد حرق رأسه و قال له مرحباً عمار يدوى معه يرى جدي أنا أعرف أنه لا يوجد عقل و أنا أعرف أنه يدين تقوبة لكن هذه و تشوف صافية جدي لا يبقى أن نخسر المال على الأخوة الخاوة أعوني جدي نرجع المحل كيف كان في الأول و يكون خير إن شاء الله الحاج محمد يبقى أن يرى و قال لي أنه يرى المحل سيأتي كيف كان إن شاء الله لكن بشرط واحد عمار قال له مرحباً يدوى أي شرط نفذ و قال لي الحاج محمد قال لي سأعطيك النص من المال عمار سيقاطع قال لي سيقاطع بصرامة أنا عمار و نحن الراس الحاج سيكمل و قال لي سأدخل معك شريك في المحل و أصدق صاحبي العربي و سيتعتبره في مقام بوضع عمار لم أعجبه الحال قال لي كيف أن العربي كبير مني في العمار و سيقول يدخل به أو يتحكم به الحاج الله يريد يقاطع والذي كان خطأ معه في المحل قاطعه الحاج سيقاطع الحاج قال لي يأتي لنا يدخل العربي و يتعلم و قال لي و قال لي و قال لي الحاج و قال لي حاجة المحام قال لي و قال لي و قال لي لا أستطيع أن نكون مع عمار في المحل و سأقوم بعمل حيث ينهي و قال لي لكن هذا الشيء لا يعني أنني لا سأتشارك معك لأن ابن طاها الكبير هو الذي سيكون في المحل مع عمار و هو نيت الذي سيعوضني المحامد كانت تصنط له وقال ساكت قال لي صافي واخه لا شيء مشكل طاها كان عارفه و تبارك الله عليها أرزين و تقيل العربي قال لي يرى الحاج لا تخاف إن شاء الله الدراري بجوجهم يدير عقلهم كونهان محمد قال لي صافي واخه اللهم يستير إن شاء الله غده طاها يأتي للمحل عند عمار لكي يبدأ و بالفعل ما كان الغد له سيأتي طاها عند عمار و غير ما تعرفون الأخوة طاها كان كبر من عمار بثلاث سنين صافي و احتمل إطلاقه و تفاهمه مع بعضياتهم حيث لا يوجد فارق في السنة المهم سيبدأ بجوج بهم الخدمة و بجوج بهم كانوا كابرين وسط هذا الشيء تكسرت طاها كان خاطر بثلاث لتلسان يعرف أن يهدر مع الكليين أما عمار كانت خدمته متقونه و كل شيء كان مزيان الحاجة محمد رجع للدار و كان مرتاح من جهة عمار لكن ما لم يكن أعرف الأمر هو أن طاها و أكثر من عمار قاعدك تحرميات و قاعدك الشيء الذي كان في طاها كان مخبيه و لم يكن تكتبين فيه و هذه المرة فعلا طاها سيتفاهم مع عمار و ليس شيء سيتفاهمه فقط في الخدمة لا سيتفاهمه حتى في الزهو والنشاط حاليا قلت ذلك القادية طاح الحق و صابه طاها و من هذا النهار قاعدك الشيء الذي يصوره يعني يضطر بعضه و يخصوه غير الزهو والصهارات و بعض المرات يأخذون أكثر لكن طبيعة الحال خاصة يفاقوا الصباح بحالة كل شيء هو هذا و يحلوا المحل لكي يجمعوا الفلوز و يقنعوا الحاج محمد و العربية والأمور هي هذه لكن مع مرار الوقت بدأت خبارهم كتوصل الحاج محمد يعني يديرها غير زوينة توصل هنا الحاج حار لا أعرف ما يدير وتمك فين سيقرر أنه سيزوج عمار و الفعل ما كان في أحد الأشياء الحاج سيزوج عند عمار المحل قال لي أن يرى هو الذي يريد أن تكون معك عمار قال لي يا الحاج مرحبا قال لي أنت حفيدي وعزيز عليها و كنت أعلم فيك عن ابنتين التي لم تتعلم منها أنت عارف أمي معززتك عندي قداش و إذا أمي تحتمت و كلنا الموت علينا حق إذا أمي تحتمت ستكون هناك شيء كامل و هذا الخير كامل و هذا الورد كامل أنت أولى به حيث أصلاً سأخوالك لا يوجد سكنين هنا و سأخوالهم في بلادات الناس أمار قال لي لا تقول شكا جدا لا تقول شكا الله يجعلك لنا والله يطول لنا في عمرك و حتى التجارة التي ستجعلك أخرى يجعلك ضرورة تزوج لكي نرتاح عليك و على الأقل التي قلت أولادتك سأنتهن من جهتك أمار تعصب قال لي ولكن لماذا أجدك لم تتعلم مسؤولية لماذا أجدك لماذا أجدك لا يوجد رجل أو كيف سيخنزر فيها لكي يحبط صوته قال لي سمعنا يا أولدي سأكون كل شيء يصلني و حتى من هذا الطاعة التي ظنيت و كبر منك و أرزن منك و تقول لك صدقتي حتى أنت و جريتها معك ذلك الطريق سمعني يا أولدي أنا دابراني غير ساكت و لم أريد شيء نقوله العربي لأن العربي لم يتم تساق الخبار لذلك الساعة لا سأقوم به بحالي أنا ذلك الساعة في المحل ستتسد في مرة و عندما ستتسد المحل ذلك الساعة سأتطلبني أن أقسم بالله ما سأعونك و حتى في هذه الوصية التي سنجعلها سنبقى على الخيرات و سنوهب الخيريات و ذلك الساعة سنبقى على أكتافك و أخدمه و ضربتها الحاجة محمد سنبقى سنبقى بحاله و عمر قتلت أمك معصبه و لم أعرف ماذا سنبقى عمر الذي لم يقعد هذا كل شيء لصاحبه سنبقى لي بالطحق في الليل سنبقى عمر و سنبقى يفكر مع رأسه أعرف أنه لا يخسر إلى تزوج المهم هو لا يخسر هذا الورد تعبه و تعجده يعني القضية مهورة لا يمكن أن يخسر شيء حاجة محمد من يسمع الموافقة لعمر أنه صافي قبل بجزع مصافي يتزوج و قد يتعجب لكن مع ذلك فرح له و اختار له أحد البنت من المعرفته و عمر ستزوج على سنة الله و رسوله و سيسكنونيه في الدار المعضي الله يرحمه عمر كان فهم جيدا بذلك كل شيء و فهم بالذلك قصد أنه يربط حياته بشيء جيد غير بشيء يتحمل المسؤولية و يبعد من ذلك الزول الذي كان فيه لكن و أخه كان يعرف هذا الشيء إلا أن الطمع هذا الورد عمالي عيني و عمر قرر أنه يتزوج و يضلم هذه البنت الناس غير علاقة باللورد غير بشيء غير بشيء غير بشيء يعني لا يتزوج عن قناعة و هذه البنت المسكينة غير بشيء و بالفعل عمر كان يخرج الصباح بكريل الخدمة يخدم هو وطاها في المحل و معها تقريبا 9 دليل يستطيع المحل يبدو حواجهم و يمشي و الزهو لم ترى عمار كثيرا و أصلا قليلا كان يبدو في الضاق بعض المرات يأتي في الصباح بكري يريد الحواج و يذهب إلى الخدمة بعض المرات لم ترى يومين لم ترى ثلاثة أيام يعني قليلا كان يتطلق معه و المشاكل البناتهم بدأت تكبر كثيرا لدرجة أنهم كانوا يصلوا إلى الإطلاق لكن عمار هو هو الذي يتراجع في آخر لحظة حيث تفكر الكلام الجد الحج محمد إذا لم تطلق لا يصوره من الحج و تقريبا في الزواج بالنسبة لفاطيمة كانت بشكل حبس لكن أخيرا كان هذا الشيء كامل الذي تعيش و تلك الظروف لكن لم تكن قادرة أنها تطلق من عمار لأنكم تعلمون أن التطلق في هذه الوقت في هذه الوقت كانت شيئا عيبا يعني عيبا أن البنت تراجع ضربها و كل شيء سيبدأ فيها هذا الشيء كانت بالنسبة لها صعيبا كثيرا من هذه العيشة التي ستعرف بالنسبة لفاطيمة عمار قلت بعدها قليلا من الأول يعني لا يجب أن يقوم بها خصوصا لفاطيمة التي تجوجهم أولاد فرح عمار كثيرا عمار مصاحب مع طاها يعني أصلا طاها كان بحل أخوه لكن ذلك النشاط نقص منه غير واحد لا يجب أن يكون هذه المرة طاها يقول لعمار يالله 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 عائلة يعني عمار لكن مع ذلك شيطان يجرب لا يشعر أخي نقص بعدها لا يجب أن يكون بالنسبة لفاطيمة أو ترتاح من جهة راجلها أو ترى يدخل بعض الدار قليلا عمار قليلا كان يغيب على الدار يعني أن يدخل الدار كثيرا يجب أن يكبر ويجب أن يكون لديهم من بعد ولد آخر ومن وراء عامعة يجب أن يكون لديهم هنا المسؤولية بدأت تكبر عند عمار لأنه يبدأ أب أربعاء لديه جوج دراري ودراري الثالثة لديه ابن كبير من الأول وكاملين لم يكن أبنائهم عمار لا يبدأ لا يبدأ من دار الخدمة ومن دار الخدمة لا يبدأ لا يبدأ في المحل قليلا أما بالنسبة لجد محمد كان فرحان عمار لا يبدأ ما يبدأ أو يرى رجل أو يرى أنه قدر يتحمل المسؤولية أو يرى حفيد حفيد يعني هذا هو حجل الذي يزوينه بالنسبة لي زائد أن الحج محمد كان مهلا يفهم وكان يدوه ومعهم لكن سوف يصل الأجل للحج محمد وحتى هو سوف يتوفى الله يرحمه عمار في الحقيقة حزن بالنسبة لي ولكن هذا الموت كان مؤلم بالنسبة لي إلا أنه كان فرحان من من ناحية أخرى سوف يقوم بالنسبة لي ولكن الأشياء التي لم يضرب لها الحساب وأن أخوانه يعني الأبناء الذين كانوا في الخارج سوف يأتي إلى المغرب سوف يأخذوا ما الذي يجعلهم ويذهبون ولم يجعلون عمار لا يجعلون يجعلون عمار كان فعلا حاقد وضعوا عليه لم يكن أصلا من الذين يذهبون لم يقوموا من الذين يسمعون من الذين يأتي لتأخذوا المال ويذهبون المهم سوف يدوز الأيام لأولاد عمار بدأوا يكبروا سوف يصلوا إلى الإعداد بحكم أن بناتهم غير عام عام يعني المصارف كثير من الأول أعلم المتطلبات هذه الدار كثير من القضية ومن المعيشة أغلقت لم يكن ومن المحل الذي قمت لم يكن يكفي لأنه كان داخل مع شريك أمار من الذين يرى هذه الحالة ورصت 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 لأنه يدعون من الذين يدعون ومشاركة ومشاركة لأنه ينسخ المهم سوف يتعود إلى العادة القديمة وكيف يقولون عمر الشيخة لا تنسع له واحد من نهار عمار وطهة كانوا يدخلون أنه يدخل هنا عمار بدأت يدوي مع طهة ومستطيع عمل لا يمكننا أن ندفع على شيئا آخر آخر وإن ندفع على شيء من خطوات لأن المصارف والماشرات والمعيشة واللغة لا يبقى ما يبقى أصلاً وسوف ندخل ندخل وسوف ندخل ندخل ويمكننا سوف تدخل قليلا و تريد أن تتعلم من المال عمر قال لي ماذا تبدأ؟ ماذا تقترح؟ طيب أبقى ساكت تفكر ماذا يدوى عمر؟ سأعرف أحد صحيبي لديه أحد فيرما أنا كنت تذهب لديه كنت تذهب لديه وماذا تذهب لديه وماذا تذهب لديه لديه شيء عجولة وشيء بقار وشيء غنم يبقى أمك مساكن المراض حتى يموت وموت الله ماذا تبدأ؟ عمر سيقاطع قال لي لو لم تتجلب يا صاحبي لماذا تكن تز cab을 أجلونها ومنذي خلقنا لا لا بأبس حتى يبدأ يقول لي وعمر سيقاطع ماذا تعرف عمر ستقابعا علينا هذه الغنام وأنه بعذ الأجول جمع الطب ومشيز فلا يراه وارغانة ستقابعا سيقدم معنا لدينا جيدة فعليا سوف يتحن سوف يسعر فهل تخيل ومعاير جدا تربيع ومعايره ما الذي يجب له من يدخله عمر صراحة وجدت تردد وقال له اذا لم يريد أن يكون قادمة مهلا قال لي انظر أخي عمر لا تخاف ما ستقارق بينه ما ستقارق وما ستقارق وما ستقارق واشتراك ولكن لا تقارق مرض لك عمر قال له صراحة لقائمة ممثلة أو أن وين ستقارق بالسلامة في الأول كنا ستقارق لكن ولكن هناك أين يمكننا أن نقضي أي شيء سأعرف أن يكون مزايرة وإذا كنت تحصلنا أحبيب بيس أخبره وقال لي أن ترى أنه لا يمكن أن ترسل رأسك هذا الجارج الذي لديك تحت الضار يمكنك أن نقضي الغارات نأخذ هذه البهيمة بالليل ونقضي الغارات تحت ما رأينا وإحتمال هذا الترنسبور مدرب لها سننهزل المويل الوالدة هين يمكننا أن نأخذ هذه البهيم سندخلهم الغارات التي لديك نقضي الغارات ونقضي الغارات في الصباح ونقضيهم للمحل لأحد ما رأيتنا عمر عجبوا البلان لكن قد يكون خاما قال لي و لكن ما حصلنا آه أبدأ يزعع قال لي وما ساحبي مني كرمك الذي سيحصلنا أصلا أنت مزيار في المال يلا نقضي عمر أخذ وقال لي صافي يكون خير آه أخذ صافي إن شاء الله نطلقه في الصباح نذهب إلى السيد الذي قلت لك لديه الفيرما نذهب معه ونفاهم معه ما سيقوم معنا سيقوم معه و بالفعل ما كان يقضي سيقصده هذه الفيرما التي كانت في الخارجة المدينة سيتفاهم مع هذا السيد على واحد ثلاثة من عجبات زياد عليهم واحد العجب الذي كان صغير لكن كلهم كانوا معطوبين سواء يكونوا معطوبين أو عرجين أو أمراض و بالفعل ما كان هذه الخطة التي تقومها فإن ترى كيف يرغبوا عمر كان يتسنى في غارج دارهم من التحت كان يتسنى ونجد ذلك الجناوة ونجد ذلك المسائل لكي يقضي أما طاها لم يتسنى في السيد بالليل أخذ هذه الغنم وخذ هذه المسائل ومجد ذلك المسائل بالليل كانت تنية خاوية تقريبا سيصل طاها مع هذه الجوش للصباح سيصل إلى هذا الجاراج سيخرج عنده أمر سيشتود بهم سيقوم سيدخلهم للجاراج غير بشوية لكي تحت مرتلهم البال سيستطلهم للجاراج سيبتلهم محويجهم ومكفين سيضعوا فيه سيضعوا في هذا الجاراج سيضعهم المحل الذي يبيعه سيضعوا سيستفوه سيضعوا المحل وسيقومون ثلاثة هذه الأشياء على طلاقها أخذنا بدأوا يدخلوا هذا ما قلت لكم بدأوا يعودوا فيه مرة على مرة مرة على مرة الفلوس بدأت تدخل الفلوس بدأت تكتبان أما الناس وبنادي حد ما كان عيقبهم أخذنا بدأوا يحركوا الصرف وعودوا الزهور وقصائرهم فاطيما مرت عمار عرفت ما رأيتها عمار رجع لعادته القديمة وعودت قليلا لذلك رجع للدار يعني لم يبقى كيفية في الدار مرة يقبري يومين ثلاثة رجع لعادته وخذكم تعرفوا أن فاطيما لم يكن فيها أولا في الليل كانت تسمع صوت رديز في القراج صوت البهيم لكن لم تريد أن تقضيها في الموضوع في حلقة جاهلت الوضع كبير وكلك حل هذا التور لم يكن يرى يعني كان عمار سيدخله بصعوبة وعندما في القراج يعني كان صحيح بالسرع وقامهم ضاربين مع هذا التور حتى تكوّل الأرض طعها هنا يريد أن يدوز على هذا التور حتى فجأة سيتحل هذا الباب الذي يفصل بين الغراج والضهر يعني هذا الباب يكون من الداخل لكن لم يدوز بهم لم يدوز هذا الباب لن تحل يعني لم يدوز لم يدوز لم يدوز سيدوز على هذا العجل حتى يبدو تركل وفجأة سيسمع الصوت الغوتة هذه البنت سيدور سيجدها بنته الصغيرة وترش على قاعدك بالدم كامل لذلك التور البنت كانت مصدومة وكتشوف هذا العجل يتركل وكلها عامرة بالدم سيذهب عن دنيشان ماذا تدري هنا لماذا أبطي اخرجي بحالك لبيتك سيري لذلك وكتشي قطر فيك وهذا الشيء كامل الذي رأيتها يجعل رأسك يتحاجه وكتشوف وكتشوف يتعود هذا الشيء للشيء واحد لكن سليما الذي كان في عمر 14 سنة سبقت غير مصدومة في هذا المنظر الذي رأيت وكتشي ما الذي يترى عمار سيغويت على المرة الثانية عادية فقط بحال كانت مصدومة عادية فقط ومشيت صافي وكتشي لكن الخوط الذي يجب أن تعرف هذا بعد سيبدأ قصة لها أو بالأحرى سيدخل العمر سيدخل الأحداث الخطيرة غير وجده رأسك تخيلوا معي من النهار الذي وقعت في هذه الحادثة سليما البنت الصغيرة التي دخلت لديك لم يتبقى من هذا النهار يعني تخيلوا معي لم يتبقى من هذا النهار يعني لم يتبقى صوتها تقطع أو تزيزون تبقى سيمانا وهي في هذه الحالة أما بالنسبة لأمها فاطع ما لم تكن تعرف أوله لم تكن فرص أوله كانت مسكينة فقط غير كذبك على بنته وليس لم يتبقى ومن عمر لم يتبقى فهمه في بنته ودوى عن طبيب شافغ لكن يقول لهم لا يوجد سيضر قريبا شهر والحالة سليمة ستكفز نهار على نهار كانت تكون نعسف في الليل ومن وسط نعاسها عينها خارجة وقد تبقى الطريقة المرعبة كانت تقول رحة الدم رحة الدم كانت تشمها كانت تشمها قريبا لي حدايا فطيما الأم ديها سمعت بنتها تغوت وقد تدبز مع الباب تحلل وكذبط لكن سليمة حلت الباب الفصيل وهابطات الباب الذي يفصل بين الطار والغاراجات يعني حللت الباب ومشيت البلاصة وكذبت 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 تحلل وعمار تحلل وكذبت تحلل تخيل معي أن تجري لأعينها محلولين ولكن في آخر ستدخل عمار وطيبت وكذبت تدفع بالشهر سليمة بدأت تغوت وتقول لهم بعده أريد أن نشم أريد أن أريد أن أريد أن أريد أن أريد أن فاطيما كانت هبطت وصلت إلى تحت فاطيما كانت مهودة من التروازيان لأن المنظر المنظر مجرد سالونات والدوزيان سالون كبير وبيت واحد وكوزينة وكوزينة هناك بيود وكوزينة كبيرة وصطح في الكثير ومتنس فاطيما وصلت للغاراج حلات عينيها ومصدومة هذا المنظر الذي يجعل رجلها يجب ما قلت لهم ما يجعل عمار عمار قال لي لها أصغير وصدق فاطيما تخلع وكوزينة وصدق وصدق لكن لم تحاول تقلع لأن تقلع وكوزينة وكوزينة تغيط بكلمة وكوزينة وكوزينة وعندما يتم ومشي 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 وكوزينة ومشي 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 كان هذا فاطمة لم يفهم لأن أصغير وعندما وكوزينة 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 ويجد أن ترى سليمة وعندما قليلا وناديا وكوزينة وعندما تكون منفهمة وكوزينة ومشي لأنه يكون عمار وطاها لتحت يدبحون وهذا استنتاج وصلت له فاطيمة من اللي حاسب اللي عمار وطاها وصلوا للغارج سوف يدوز شهور وشهور ويبقوا على هذه الحالة في الدبيحة السرية لتحت في الغارج والذي يردونه بشكل قرنة للدبيحة السرية وكيف العادة عمار وطاها مقابلين غير القصائر والزهو عمار لم يكن مسوق بطاة لحالة بنته سليمة كيف حالته لم يكن مسوق كيف تتعذب وكيف تعاني والده الثاني سيخرج من المدرسة ويتعلم الحرفة أما عمار والو لم يكن في العالم لم يكن مسوق لأولاده وقعه أما بالنسبة لذلك التوام بجوجه واحد فيهم كان مرة مرة يتعلم الحرفة من عنده أما الآخر كان غير معزول بوحده في الدار لقراية الوالو وهدرته وكانت قليلا أصلا هو طبعه هكذا من ذلك سيتدوز هذه العامين ضغيغة تسبح النهار أما عمار وطاها باقي على هذه الحالة ديالهم كيف ما هي سليمة هنا حالتها صعبت كثيرا وكثيرا تخيلوا معي وصلت لأحد الحالة يعني وصلت أن ترابراسة غير تشرب أما اللباس ديالها فكل غير بالحمر لما كان الحمر لا تلابسوه هنا الأمفة طعمة بدأت تستوعب السليمة يمكن لديها مست شيطاني أصلا تهاجمهم بالسف ولا تدير شيء لخيبين غير تشاهد إذماية منهم أراك ليدة بوحد النهار طاهق كيف العادع وتاني تقدى الغنم من عند ذلك صاحب والغنم والبهيم المعطوبين كان مقضي الليلة وقام بالبيكوب مع تقريبا الجوش الليل في حركك كان طلام وكثيرا كان هذا البهيم وكثيرا وكثيرا لكن في ثواني سيتقلب فجأة سيحضر المسعفين وحتى البوليس لكن الساعة فاتت الفوت هذا البهيم كلهم ماتوا وحتى طعها بنفسه حتى هو توفى وعندما قال البوليس بسبب هذا القليصات التي كانت تصد تخيلوا معي هذا الخبار الذي وصلت لعمار وصلته ب شيء سائق هذا الموت الصديق الذي في المثابة أخوه أعطاه شخص وفيقه على هذا الدنب عمر رجع للدار الساعة وصله وقال يدعي الله يتوز من قدامه بنته سليمة عمر بدأ يبقى يقول أنا هو السببب أنا هو الذي وصلت أخوه لماذا أخوه لماذا أخوه أخوه لماذا أخوه 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 وقرر أنه لا يبقى نهائيا يقرب هذا الدبيحة السرية وقرر أنه يعمل لكن ذلك الساعة كان أخوه أنا أخوه لا يبقى ستصدم أخوه عمر ستعلم كبير ستعلم ستعلم ما كان أخوه هنا عمر يقرب لكي تتعلم لكي تتعلم يجب أن أخوه 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 ناضح أخوه وقرر أن أصبح ورد من بعيد فاطعما أتسلني في المنزل وقل شتى رأس سبب سأخوه سأخوه فاطعما أحوه ستعلم وقل على عمر سيطلق لم تكن في حالة لم أكن في حالة لم تكن في حالة خلال عمر صلى أتصبح أخوه أخوه فاطعما قال هذا الشيء لكم والذي قمت بإمكانكم فاطمة قلت له ماذا قمت بإمكانكم عمر ضوى معه بن أدام قال له أنا الذي كنت أقوم بإمكانك التباح السرية في القراج والوقات التي كانت تخلت عندي وقاله يمكن أن تمسك فاطمة قلت له أن يجيب البنت يفقه ضرورة يا عمر لا نسمح لك لم يتمكن عمر حرك رأسه وقال له صافي وخمر العشاق يكون هنا فالنهار سيذهب عمر للجنازة ومن الرجاء للدار قلت له في البرمير كان بوحده كان قلس ونادم وكان يستغفر الله وقلت لديك النهار كامل وتشي واحد لا يشعر بها حتى سيطلع شوم الجامعة صلى وفي الوقت الذي كان راجع للدار كان يجيب معه ذلك الفقائه سيدخل الفقائه للدار وعية الفاطمة لكي يجيب معها البنيتها سليمة لكن سليمة غير رأيته بدأت تغوت وبدأت تكدر حركات لمشيه ومهدو كانت تطرفهم وكتشير بأي حاجة جاءت قدامها ذلك الفقائه الذي رأيت ذلك المنظر بحلقه وتأتي عنه يجب أن يشعر من البيتها وما سيكون لديك عمر بالبنت بينه مصوصة 100% ودروري ودروري ما لا يجب أن يكون صحيحا لعله يحاول معها ويخرج من هذا الجن الذي تلبسها عمر بالفعل جاءت بفقهة سليمة وكلهم يعود لهم على السبب لكن ذلك الفقهة كانت فيهم وليس باقي كذلك لم يكن يحب السليمة وكانت فيهم الذي قاله لما يبدو فعلاله سيطلع سليمة سيتبع بفقهة ومع العلم أعلم أنه أصلاً أحب سمج حال هذه تلك الوحد الليلة كان كل شيء ناعس حتى يسمعوا الصوت الغنى ساليمة تخيلوا معي ساليمة كانت لابسها جلابة حمرة وتعرق شعرها كامل وتشير التلفاز وأصلاً التلفاز كانوا يطلقون فيها أغاني جناوه والذي كانوا يبدلون على ذلك لكنه يسمعون على الباشاحمه وغير لكي تعرفون أن الباشاحمه أو القزار هو جن من قبيلة الجن الأحمر يسمونهم بإسم القزار وهذه النوع من أعنف وأخطر قبائل الجن والذي يريدون أن تسلل الثم واللون الحمو وغير بين قوسين الخطر سبق وعودت لكم قصة على الباشاحمه والقزار وعودت لكم القصة والذي حقيقية سنجد لكم الرابط للفوق والذي ستجده في صندوق الوصف المهم لنكمل لكم سليمة هذه الليلة كانت لابس الحمرة على القشعرها كانت هذه الزاموس وكتربها كاف تخيلوا معي فليتها والوعدة أن هذا الدم الذي كان يخرج كانت تمص الدم كامل وليس لديه أحد الضحكة الغريبة والذي تضحكها والذي أبو عن العمر الذي أخرج من بيته وهو مرته فاطمة وخرج عماده ومعده وحيدة الرئيس ومن المثال ليس فهمه ولم يظهر والذي ترى المظل ومعرفة فهمه ومعرفة الصدمة وفي النسبة للدر المتوسط كان يحصل على الطبق لا ترى هذا أخوه عماده الذي أرى هذه الحالة لم يتجب ان يكون للموس من جرها لكن لها كانت صحيحة لم يريد أن تتلقى أن يكون للموس تحتاج الموس وتقاس في ليده هذه اللحظة ساليمة تتلوح الموس من يدها ومشات يدها أخوها لم يعاد وبدأت تمص في الدم تحييل معي كدوقه وكدت بنن فيه وكانت تقول بصوت الذي يخلع به بني 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 ذال الدم يسير في الدار عمر قال فاطيما تفضي هذه التلفازات ليس له نيشان لديه ابنته لذلك ساليمة ستفع ببها بشكل من قوة الراجل لا يوجده أمار لم تفهم شيئا من قوة سليمة كيف أصبحت وإنك ستنطق سليمة أو بالأحرى ستنطق ذلك الذي سليمة مع أمار قال له الداريح من فلان فلاني لا أريد أن أقول لكم اسم الداريح المهم ستنطق بأحد الداريح وقال له لذلك الثلاثة كونت أمك وانتي وتحية أما فاطع ما كانت غير كتبكي وكتشوف تلك المنطمار لم تفهم شيئا غير كتبكي يشوف بنته بحلاكك حالها كيف كانت لكم أن تتخيل وقلت مرة طويلة وقد قدرت أن هذه الناس مما فاطع ما وعمار لا يستطيع أن يأتي من هذه الليلة في الصباح سيخرج عمار ويبدأ يسول على هذا الطاريح الذي قال له هذا الذي ستلبس بنته سليمة ولماذا بالضبط ؟ لماذا بالضبط ؟ نهار ثلاثة لكن لم يسول أعرف بأن الليلة سأحمه هو الذي مالك بنته وفعلا بسبب هذه التبيحة التي كان يدير في الطاريح عمار أسول بالنسبة للناس قال له لهم كيف هو الحل لك بنته داوة لكن الأغلبية كانوا جاهلين وقالوا لي أن تديرها لذلك الطاريح الذي قال له لك أن أحمه وبالفعل سيذهب ويصافر لذلك الطاريح الذي قالوا لي ومشلت أمك والدرية بدأت تجدب وكثرة في داوة وكثرة الفروج كتحية الغدلين من الذين يرجعوا إلى آمل أن البنت ستبعه جيدا و ستبعه بخير وخير لكن حالته عاد ما زادت كفاسة كثير من الأول أما الصدمة الخوت في هذا الشيء كامل هذا المشكلة لأنه ليس سليمة ببحدة ولماذا يدلم احتموا عاد من الذين يكون ناس عندما يرى رجل هذه الجنوية عامرة في الدم ويريد أن يضرب أولا يرى هذا الشيء فروج حمار حتى يوجد مخلوع عم فزوع ومن الذي يعود هذا الشيء لأخوه التوأم هذا الشيء الذي يرى يرى أخوه التوأم حتى يحلم بنفس الشيء تماما لكن وخاكك لا يريد أن يعودوا هذا الشيء لأمهم لكي لا يزيدوا أزمها أكثر أصلا حالته حالة حالة خصوصا أن أختهم سليمة حالتها صعبة أما عمار كان يضغر بالفقه ويسول ويقلب ويجلبهم للطعر لكن بدون أي نتيجة واحد من هذا التوام الدراري الذي كان اسمه عماد كان يعمل أحد نهار مع أبه في المحل عمار كان خارج من شيء شيء وفي الوقت الذي يرجع إلى المحل قيلوا معي سيحصل ولده كي يأكل في اللحم خضر ويقطر قليل في الكاس لكي يشربه عمار من الذي رأى هذا المنظر تصدم أما عماد من الذي رأى ابوه تخل سيخنزر فيه ويكمل خدمته عمار سيخرج من المحل يرى ابوه لده أحد وفي الأول كان يتعلم ابوه ويجب أن يرى ابوه تصاب سيأتي ويجب الى المحل من بعد أن يستعن بالله سيجب مع عماد سيقول له الوالد مالك عمار قال له انت من مالك ومش مزيان عماد قال له بخير الوالد أصلا عجبتني الخدمة هنا أرتاحتي كنحس بأحد الراحة لا نستطيع أن نوصفها لي الوالد تستطيع أن ترتاح لدينا ونبقى هنا عمار قال لي لأولدي لا يوجد بشد جاد أنا أخدام في هذه اللحظة عندما كانوا يتعلم سيأتي الأخ يتوأم الآخر الذي كان يسميته معاد قال لهم السلام عليكم السلام الوالد وسلم على أخوه الآخر قال لهم لم يجدوا هذه المرأة خارجة مقلقة عمار قال لي ماذا مرأة أولدي لم يكن لدينا شيء مرأة هنا معاد قال لي لا لا الوالد لقد رأيتها 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 طويلة ولكن لابة حمرة واللون وجهها بيط في الدرجة مخطوف من هذا الدم عمار تضم الآخر الوالد ماذا سيأتي عمار سيأتي سيأتي أخوه قال لهم لا أخرجت مقلقة سيأتي كل نهار سيأتي وسيأتي أخوه سيأتي أخوه عمار لم يفهمه قال لي ماذا تقوله عمار ومعاد سيأتي أخوه في بعضياتهم أما عمار كان يشعر في رأسه سيأتي أخوه أو يدوره يقلب على الفقهة التي كانت غير سحارة تحت اسمية فقهة لكن أيضا ومن ثم يدوروا الأظراحة وذلك يجب أن يدوروا الأظراحة ويقالوا للشخص ويقالوا له أن يتصلي ويسمعوا القرآن وفعلا هذا ما الذي تقوم مع عمار سيأتي في الطارق سيأتي القرآن وسيأتي أخوه في التهرس وخبط ويأتي أخوه ساليمة وكانت تغوّد ساليمة وصلت إلى حالة هستيرية حتى لحظة عمار سافي سيأتي في القرآن سيأتي أخوه صراح عمار داخل كان يتعقن بالدخول ساليمة وعلى أولاده ومع أولاده وعلى أولاده لكن ابن المتوسط الذي اسمته عبد الله كان شاك فيه وكذلك وقال له ما يخير أطلقه ومسيح جاء عبد الله قال له الحمد لله وبدأت الخدمة مع النشجار ومرتاح وخير ومسكين يعلمني جيد أضع عليها النشجار وحد الرجل ويعلمني التجويد وقواعد القرآن عمار تنهد وقال له وليس كذلك وليس كذلك ما يرى أخوتك وليس كذلك أخبره عبد الإله قال له الوالد ستتخرب هذا شيء غير خزع بيلة الوالد نسأل الله السلامة في العقل وفي الدين عمار قال له مزيان الله يحفظك أولدي يحفظك على أصلاك وحفظ على الإيمان ستضع السيمانة وحالة لديك التوأم بدأت تسوق يدارب تضرب لتجاجة خضرة لأكلها أما بالنسبة للأنفة كانت حالة نفسها مضمرة ثلاثة من أولادها مساكن مرات عمار هنا سيقرر أنه يقلب على شدار آخر لعله عاسى أولاده ويقول له بخير والأخير لكن هذا الشيء الذي سيقع من بعد كان في قمة الصدمة أنا سأكمل واحد النهار وبالتبط مع 12 النهار كانت جوقة مجموعة قدام طارد العمار والناس كانوا يقولون والناس المجمعين كانوا يقولون يقولون هذا أولاد سحيم أو أبوها ليستر غرر الشيطان وبدأ يدبح في البهيمة مع طوبة بالليل في القارج وردوها قرنق وردت أحد المرأة أخرى يقولون أنه يدري صغيرا باقي ما أرى ما أرى كان يدري عماد والذي مليوح في الأرض والناس مجموعين عليه كان يدري كان ذلك الساعة يلفط في الأنفاس فاطيمة كان ذلك الساعة كان من رأس الدرب ترى شوق باب دارها كان ذلك من الناس حتى اللحظة التي ستصل لأحد أولادك يلفط في الأنفاس وبدأت مسكينة وتغوض وتعيط على أولادك لكن ذلك الساعة كانت ساليمة تشهر على هذه الحادثة وعمر وفاطيمة كانوا متأزمين بالساف من ذلك ذلك الساعة كانوا مجموعين على الغداء تغداءه وخطي شيئا لم يكن لديه ساليمة تقلس أحدهم وكذلك غير منطقية تقول لهم الدم سهل من دمكم وراء قريب يعود يسيل الدبيحة بدأ عرض إليك يقرأ في القرآن حتى تسكتها تدليه من وراء بالضبط كانت تربة كامل حتى كل شيء سيغوط وتسمع واحد ستزد حليا فاطيمة الساعة كانت في الكوزينة قلبها تقبط عليها وغير سمعت الغوات ترجم ترى ما هو واقع كيف ستبليها سليمة ملاوحة في الأرض فاطيمة الساعة بدأت تغوط وتقول لا يا ربي لا تختبرني في أولادي على حسب هذه الهضرات كانت واحدة التي رأيتها في السطح ستنشر لكنها لم تكن ستنشر حتى الساعة كانت تناوية أنها تلوحراسة من تمام الحقيقة كل شيء مصدوم وبالأخص عمر ما الذي ساقل الخبار أشعر بأن أصلاً ما زال لم تقبلت الموت للأولادة قال لي إذا أريد أن ابنتها والمشكلة أن هذه هي طريقة ليست عادية وغير لكي تعرفون الخطرة تلاحت في النهار بالضبط نهار الثلاث واحتوال الثلاث لكن مع ذلك الحياة تستمر وغير لكي العائلة التي عاشوا في صعبة حاولوا أن يرجعوا لحياتهم طبيعية لكن لا يمكن وفي كل مرة كانوا يريدون أن تحاولوا كانت توقع شيئاً الذي تعكس لهم أما بالنسبة لعمار عياء قبل الوقت يجب أن يعمل في هذا المكان لكي لا يخرجوا أما بالنسبة لحالة من نفسي صعبة الأم فاطئمة قالت مسكينة كاملة قبل الوقت هنا سأذهب قريباً عام على الموت لأولادهم حتى الثلاث الذي تضبط هذا كان نهار ثلاث كان الجو سخون وكان الصيف كان قليلاً قليلاً سأذهب إلى دم الصالون سأذهب لها رأسها قال لها الوالدة سأخرج قليلاً قليلاً فاطئمة صعبة قال لي لا يا أبوة لا تخرجوا لا تخرجوا لا تخرجوا لو أريد أن تخرجوا من أموة قال لها الله يجب شيئاً لا تدعوا أصلاً ما يجب شيئاً سيكون فاطئمة قال لي الله يردع لك أبوة لأموة سيطلع موعد وكيف لا توقعين نحن كاملين بالصح حتى هو ستلاح من التماك من بعد هذه الحادثة الولده ومتالج التماك في طائمة صافية لم تبقى قادرة أنها تصبر ودخلت في حالة صدمة ومشيت الكلينيك عندما تتعالج نهار بطبط المسكينة ومتالج والحالة لها صحابة بالسعب بالنسبة للأب عمر فمسكين لم تبقى عليها لكي يحماق يعني صافي أو السيد ليس يؤوادك وكان دائما كان دائما يرد الدراسة واللوم أنه هو السبب في هذا الشيء أما بالنسبة للدراسة المتوسطة عبد الإله فربي رزقه هو الصبر العظيم وكمل خدمته كان الشهر من بعد سنوات وثنوات الأم فمسكينة ستتوفق بسبب هذه الحالة النفسية التي وصلت لها ودعت الحياة بعد قريب عام أو عامين حتى عمر ستودع الحياة بسبب هذه النفسية التي تبقى وهكذا يبقى عبد الإله بوحده من هذه العائلة لكن الإيمانه كان قوي بثاف وهو الذي خلقه أنه يواجه هذه الحياة ويبدأ أحد الحياة الجديدة وحين الأخوة يبقى هذه اللغة لها العائلة محيّرة ماذا يقع هذه الأخوة بالثلاثة؟ بالضبط وماذا بالصحة سيكونوا يتحركوا ولاحوا رأسهم؟ أو لا؟ هناك شيئا آخر لغة كبيرة التي لم يقدروا البوليس يحلوه وليفكوه وفي كل مرة يتوفر فيهم واحد بنفس الطريقة ومشكلة بالثلاثة تلاحه في النهار ثلاثة وماذا هناك شيئا علاقة بالباشا حمه والقرنة التي تدعها الأب عمر؟ ولماذا أخوه مع بالإله؟ لماذا أقع له؟ الأسئلة على هذه القصة شبه مستحيلة وكيف يقولون ماتوا؟ ودعوا معهم السرر كانت هذه القصة تلك اليوم التي صارحة قصة حزينة بالصابة قصة فيها العبرة فيها بزد الحويج أريد أن تكون الأخوة التي تكتبوا لي في التعلاقة ما هو تفسيركم على هذه القصة؟ كل شخص يريد أن تسمع تفسيره في التعلاق نرى ما هو التعلاق أو ما هو التفسير الذي قريبا إلى المنطق أما إذا أعجبتك القصة وبقيت معي تلك هنا كنت متابع حقيقي إذا كنت لا تنسيت لايك اضع هذا لكي لا تنسى شيئا ونطلقه إن شاء الله في القصة الجاية كان معكم أخوكم أمين من قيضي إن شاء الله